يبدو للجياد جاهزة لانطلاقة شوط الرابع The Roof and Racing أيها السيدات والسادة انطلق شوط الرابع على كاس المغفور له سموه شيخ راشد بن عيسى الخليفة من مسافة 1200 متر سباق هانديكاب من 0 إلى 95 ينطلق للجياد المستورد بانطلاقة دونار مادو مع الفارس صلاح عيسى هو الذي يتصدر السباق بينما يلحق به ثانيا نونالك برينس السام مع الفارس بادي ماثر والمركز الثالث نونالك تتواجد الرياف مع الفارس لينيو مان رومان ريفر في المركز الرابع لندن لوك ياتينا خامسا والمركز سارستولف فيفر مع روزي جيسد وأيضا هناك التدخل ياتينا من قبل جواد اندي روي إذن لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن بينما تقطف الصدارة في هذه اللحظات من قبل الجواد هناك رومان ريفر بشعار الامن اي ريسي مع الفارس عبد الرحيم جاسم الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسة مع نفس هذه الشعار وهناك ايضا محاولات من قبل توليف فيفر مع الفارس هناك روزي جيسد فعلا ايها المتابعون الكرام هنا توليف فيفر هي التي تتصدر سبا وبوراستيب مع الفارس عدنان جعفر فعلا ايها المتابعون الكرام هنا بوراستيب مع الفارس عدنان جعفر وايضا هناك الجواد سمر بلوسوم لكن بوراستيب بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة من ينتزع الشوط الرابع من شباقنا لهذه الأمسة ترجمة نانسي قنقر